السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نحل الرقم اتنين من كتاب اي وان على يونت فور وفايف وسكس. اول سؤال بيقول لي زي ما نسجر المدير. يشجع العمل بتوقع. لتزير يدع ايه? ينحضر او ينخفض. يقول لك لا يدع طبعا الانتاجية. ما يخليش مستوى الانتاجية ينحضر او ينخفض. يبقى. رقم اتنين بتقول لي اي totally انا كلياتا نقطهم. يعني هو عايز يقول انا كلياتا بشكه فيه تصرفاته غريبة. يبقى كلمة يا شوق يبقى suspect. طبعا ريزبكت يحترم. اتصل ونسبكت وفتش. اي فلتري لي. انا حقيقة شعرت بايه? اي جوت لو ماركس. اه حصلت على دراجات اه ضعيفة. او زو اي هاد ستاديد هارد. برغب ان اني ذكرت بجد. يبقى انا شعرت بالاحباط. يبقى زيرار داوتس يوجد شكوك اباوت زانوات عن اي. اوف زينيو دراج العقار الجديد. انتريتنج زا سيد افكتز. في الاسرار الجانبية بتاعت كوفيد نايمتين. طبعا يوجد ايه? يوجد شكوك عن فاعلية. كلمة الفاعلية بافكتفنس. كيرلسنس الاهمال. وابيرانس الظهور وانستانس المصابرة. او الاسرار. بعض الناس get not easily. and lose concentration. وفي كل التركيز. if زير is too much noise. لو فيه ضوضاء كتير. ايبه هو عايز يقول ان بعض الناس بيحصل لهم عملية تشتيت. يحصل له تشتيت يبقى get distracted. not out means. ايبه يعني? to disappear. ان الاختفاء سلولي ببطء. or become quieter. طيب ده ايه? ده معاناها كلمة يستنفذ. لا يستنفذ يعني run out. ينفذ. run out. طيب. درينكينج lots of water. شرب المياه كتير. is not for good health. وايز يقول جيد ل. ضروري للصحة الجيدة. اتنم الضروري by essential. shell. brutal وحشي. trivial. اه تافه. اضافي. we have achieved. احنا حققنا ايه? progress. نوعات. اه نوعات progress in the field of communication. في مجال الاتصال. which make us? برودة بيجعلنا فخرين. احنا حققنا تقدم ملحوظ. كلمة ملحوظ يعني remarkable. debitable. debitable معناها قابل للمناظرة. وremovable قابل للازالة. forgetable معناها قابل للنسيان. زي المخاضر. اسبوك ابا وتتكلم عن ايه? زي نوعات effects. effects يعني اثار. يما اثار سلبية يما اثار ايجابية. off mental health problems. مشاكل للصحة العقلية يبقى لا. الاثار السلبية يبقى negative. طيب ما بيقول مشاكل يبقى negative. all my hard work كل العمل الجب بتاعي. and sacrifice والتضحية will be worse. تستحق the effort when i achieve my goals. عندما هو ما عملش اكتر. لا طبعا ده هو بيقول لنا انا عالشغل جاد وتضحية. it will justify the energy is bent. اه ده بتبرر الطاقة اللي انا انفقتها اه. دي براكم c. it will justify the reason why i failed. بيان سبب الفشري. طبعا هو ما فشارش الرقل. وحقق هدفه. generalist note generalist A shared in keeping. اه شارك في اه تأسيس. an intensive care. يعني هي مركزة. unit واحدة المركزة. for children للاطفال. in the neighboring hospital. في المستشفى الحي او المستشفى المجاورة. يبقى ده مين? تفاعل الخير. beneath factors. فاعل الخير. طبعا مزهر بائس. loser فاقد. conspirator. متآمر. the police investigators. المحقق بتاع police still has no. ما زالة معندوش ايه. زاد زيان جمان الزكرار ان هو القاتل. he needs to find clear evidence. ايز يجد اه دليل واضح. فهو ما عندهوش دليل. كلمة دليل يعني proof. طيب. proof سطح و doubt check و refusal left. computer games. اقعاب computer have a negative لها تأثير سلبي. يبقى كلمة تأثير يعني impact. impact دي معناها تأثير او يؤثر يعني تسوي effect وتسوي effect وتسوي influence. ماها خد بالك ان كلمة influence تأثير ويؤثر يعني الاسم والفاعل. impact تأثير ويؤثر الاسم والفاعل. انما effect يؤثر ده الفاعل. واffect تأثير ده الاسم. ماها has been the hair big. ايه. اه. اه. ان فقط hair big ايه. اوف ماني. اون ان امبرتان ايتمز على الحياة الغير مهمة. اندناو share greats 8. ودلوقتي هي بتندم. يبقى فقط نصيبها من الفلوس. نصيب من الفلوس يبقى share of money. بيقولك ان الاجتماع مستمر لم ينتهي طب كمية مستمرة معناها ان بروغرس ان بروغرس ان موال ان ادفانس يعني مقدما او مسبقا او مسبقا او مستويات انتاجية التلاميذ ما يؤدي الى يؤدي الى معناها lead to or result in او bring about كتبهم بقى lead to result in bring about اول نقطة of students diaries results in تؤدي الى some interesting conclusion بعض النتائج المهمة هو عايز بعض الملاحظات diaries دي معناها ملاحظات يبقى التحليل لملاحظات التلاميذ او تدوينات التلاميذ diaries معناها ملونات او ملاحظات او يوميات هو عايز كلمة بين hour وبين off كلمة analyzes اللي هو الايه التحليل you shouldn't be لاجب ان تكون not of others success instead بدلا من ذلك you should try to emulate it emulate يعناها يحاكي او يقلد وبهو بيقوله لاجب ان انت تحقد تكون حقود envious envious حقود not we can say that studying in the morning appears لدراسة في الصباح to be the most beneficial time آآ تستضي هي افضل وقت يعني في المذاكرة this was confirmed ده بيتأكد by expertise بالخبراء through zero approved search من خلال البحث المتفاقع دي طيب بلا ايه ده نحط ايه في الاول كده نحط كلمة in conclusion يعني في النهاية في الخاتمة interne معناها بدوره in vain بلا جدوى ده وتشك i am going to devote more time انا سوف اقرس وقت اكتر تو نقط revision آآ ويرك طيب revision ويرك يعني انا اقرس وقت عشان اعمل revision ويرك طيب يبقى عندي كلمة revision ويرك بتاخد do طيب انا هجيب do ولا هجيب doing انا هجيب doing مش هجيب do كلمة revision ويرك اصلا بتاخد do لكن انا هجيب ايه؟ انا هجيب doing طيب ليه؟ ليه اجيب doing علشان كلمة devote وابعلن time وبعلن to follow ing devote time to ing how can we bring about كلمة bring about تساوه قلت زي lead to result in يؤدي ال change in the in appropriate behavior السلوك غير مناسب of some young people who abused اللي بيشي او الاستخدام الانترنت bring about معنا كلمة bring about معناها ايه؟ معناها cause يسبب يؤدي الى او يسبب he tried hard but he didn't make much وحاول بجد لكنهم مع حدسي تقدم يبقى make progress this is taking too much time بياخد وقت كتير i'll start doing something انا هبدأ في شيء تاني اخر الحاجة اللي تاخد وقت كتير انا هبدأ في شيء تاني اخر كلمة اخر يبقى else اناظر اخر لازم يتبعها اسم i am sorry to say انا اسف ان انا اقول that i didn't start the task ما بدأتش المهمة in the first note ايه؟ ايه؟ غدا انا هفعلها غدا اه؟ اه؟ The task in the first place أنا ما بلقتش المهمة In the first place In the first place يعني في البداية Eating fast food أكل الطعام السريع Can have a negative له إيه له طبعا تأثير سلب تأثير influence وإفكت وإمباكت أبستراكت معناها مجرد وقت تاكي يهجم يهاجم thinking is a not التفكير هو عملية إيه ذات انفروز ولا تستعمل على using and applying knowledge استخدام وتطبيق المعرفة لحل المشاكل بل التفكير ده عملية عقلية من تر sometimes أحيانا it is too hard for me من الصبع علية ونقاط up with other colleagues مع زمالي الآخرين at work في عندي كلمة catch up يعني يلاحق فهي تبقى catch up يلاحق وتساوي كلمة coob with catch up with تبقى تساوي كلمة coob with it is completely not to think that you are going to win without practice من إيه أنت تتعتقد أنت تقدر تفوز بدون تدريب يبقى من العالم وقعية يبقى unrealistic من الخيال يعني كل موظف سوف يستلم نقطة share of the profit وعيز يقول نصيب معين نصيب كلمة معين أو مخصص يعني certain I don't really know what is أنا مش عارف إلي بيحصل دلوقتي يبقى what is going on going on يحدث الآن the old system was complicated النظام القديم كان معقد not the new one النظام الجديد is really simple بسيط جدا نوع يقول بينما بينما يبقى where is the accident was كانت a not result of his carelessness كانت نتيجة إهماله يبقى كان سبب حتمي عايز يقول كلمة حتمي invitable الموظفية نقط into conflict with management over pay على الدفع يبقى الموظفية نقط into conflict في صراع يقول التدخل في صراع يدخل في صراع يعني come into conflict يدخل في صراع يبقى كيم this problem is these these problems need to be solve it محتاج انت تتحل مباشرة immediately consequently بناء لذلك arrogantly بتكبر cost تكلفة بصراع 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 how do you intend to not with this problem طيب طيب ازاي انت نويت ان انت تتعامل مع المشكلة يبقى with he could hardly stand وبيقف بصعوبة and noot on to the back of a chair او بحاول يمسك بالكرسي يتمسك بيه معناها held on to held on to يتمسك بيه او يتشبز بيه it is difficult to fully noot the damage accused او من الصعب انت تقيم تقيم يبقى we must not trade with neighboring countries احنا لازم نرقي او نعزز التجارة بين الدول المجاورة يبقى برموت the novel is not in book form الرواية مهياش في شكل كتاب مال ايه هي في شكل رقمي يبقى digital she doesn't usually take note ايه اعملش ايه in any of class activities take part in take part in يشارك فيه يشارك في take part in it is نقاط meeting وعايز يقول اجتماع افتراضي by virtual meeting طبعا money واليدوي just add فقط add half the butter نص الزبدة and keep the nقط half four later اه وبيقول لك سيب الجزء المتبقي كلمة المتبقي يبقى remaining سيب النص المتبقي يعني remaining half you need two انت محتاج ان انت ايه this software has the bernamig to be able to use the smart word لشان تتعلم الصبر الذكية طبعا يبقى انت بحتاج اكتصات يبقى install the microphone was on not microphone ما له that's why i couldn't hear anything on mute on mute for the summit انا مش قادر اسمع اي حاج you need to be not to the internet to access this website انت محتاج انت تتصر بالانترنت يبقى connect to عندك حرف جر to يبقى connect to connect community have enabled me to solve the problem انت مكنتني ان انا حل المشكلة thank you not your help اه شكرا لمساعدتك خد بالك thank you for your help شكرا لمساعدتك دي جملة الوحدها thank you for your help دي جملة الوحدها عشان كده بدأ بحرف انما لو كانت سانكس دي من ضمن الجملة الاولانية كنت نقول لسانكس to your help بفضل مساعدتك شكرا لك شكرا يبقى دي بداية جملة I have هتوضحها جملة اللي بعدها I have been able to solve the problem سانكس اه هنا بقى بفضل مش معناه شكرا بفضل يبقى سانكس to اكسيبيرتس الخبراء are looking not the possibility بيفتشوا عايزوا بيفتشوا عن امكانية لانهانسنج digital learning لتعظيم التعليم الرقمي يبقى يفتش يبقى looking into some people find it strange to know بعض الناس بتجد ان من الغريب ان هي ايه عايزوا تلتحك بالاجتماع الافتراضي زي بريفير وما يفضلوا face to face contact التواصل وجهن الوجه يبقى يبقى الانضمام لالاجتماع الافتراضي يبقى join a virtual meeting يبقى join please turn down the volume من فضلك what the sound I am suffering suffering بتغير حرف got it from انا اعاني من severe headache من صداع شديد companies are keen to hold noot الشركات حريصة على انها keen to يعني حريصة hold noot زي امبلويز حريصة على انها تتمسك تتمسك بالموظفين who have made adequate progress اللي عندها تخدم كافي انفورشنتلي لسوق الحز اه زي stop ده هما توقفوا نقط it is clear that z can't hear us هما توقفوا عن الاستجابة اصلي هما ايه تاز clear من الواضح ان هما كانت هيرقص مش قادرين يسمعونا يبقى هما توقفوا عن يبقى هما كانوا مستجابين وتوقفوا عن الاستجابة توقف عن شيء حيما كان بيحدث توقف عن شيء كان بيحدث عشان هيحدث لسه يبقى توب المصدر طيب نوعة spending the summer the summer holiday الاجهزة الصيفية انشار مشيخ طيب ده ايه ده اقتراح طيب اقتراح واخره علامة الاستفهام يبقى نعيز اقتراح بعلامة الاستفهام اي سجست ده كده جملة وليس نقطة why don't you ده سؤال what have you considered سؤال طيب بس why don't you ما بيجيش معها consider why don't you بيجي معها المصدر يبقى have you considered وكلمة consider من الاقتراحات اللي بيجي بعدها the ing زي وط about about i recommend she recommend وفعل يبقى مصدر زي suggest وفعل مصدر انما لو recommend الوحدها مضر فعل يبقى ing i regret my old car يقول لك انا ندمان ان انا باعت العربية القديمة بتاعتي زي اسمين هذا يعني هذا يعني ايه بقى it was possible for me كان من ممكن ليا to spend the week end لأ احنا نزلنا في 56 55 i should have sold it كان يجب علي بحة لا طبع ايوش i had sold it كنت اتمنى ان انا ما بيعهاش i can't have sold it ولا i did have to sell it تعال نوضحهم كده واحدة واحدة i should have sold it كان يجب معناها اي معناها كان يجب ان انا اعمل الشيء وما عملتوش لكن هو بقى العربي يبدي برا i can't have sold it ده استنتاج ده استنتاج في الماضي اكيد انا لم ابيعها لقد انا بعتها ايوش i had sold it كنت اتمنى ان انا ببعتهاش يعني معنا كده انت بعتها اه يبقى هي دي ممكن متوش بتعبر عن الندم في الماضي ايدي دي انت هافت وسل ات ما كانش يجب ان انا بحة مش ده المعنى ده هو الرجل بيقوله ريجريت ريجريت يبقى انا عايز جملة عبر عن الندم اللي هي جملة ايوش والماضي الماضي التام اي كود هاف بنت زويك انت ان الالكسندرية انا كنت قادر على ان اقضي خلي بالك كود هاف والتصريف التالت كان قادر على شيء ومعملوش كنت قادر على ان اقضي الاجازة في اسكندرية بط اي بريفير دم واي فيلا مينز لكن انا فضلت الفيلا بتاعتي ده معنى ايه كان من الممكن فور مي تسبند زويك انت ان الالكسندرية اه كان يقدر يقضي الاجازة في اسكندرية بس اضاها فين اضاها في الفيلا تسبب بابل ذات اي سبند من المحتمل ان اقضي الاجازة في الفيلا لا ده انت اصلا قضتها تسبب اي كانت هاف سبند زويك انت in my village يعني برضو انا ده استنتاج ماينفعش جملة مهيش استنتاج ده جملة مقدر اي وز ابل انا كنت مكبر لا طبعا ماينفعش ماكانش مكبر وكان قادر وما لكن ماعملش ليه انت ماتروحش على الستر المسرح معانا ده اقتراح سجش اي بليم يو فور ميكنج نويز يو نوع الزت انا بلومك على انك بتعمل ضوضاء انت ايه عواز يقوله انت ماكانش يجب اللوم ده يعني عمل حاجة في الماضي بقى ماكنت يجب انت تعمل ماكانش يجب انه انت تعمل ماكانش يجب وعملت يبقى شغل انت هاف التصريف التالت كان يجب وماعملتش شود هاف التصريف التالت طيب اتو هاف ده كان يجب عليك تعمل كده طبعا لا مص انت هاف ده لأ طبعا شود دو يجب عليك لا مش يجب عليك ده احنا بنلومك اي نوع ريدنج ادفنشر ستور ازاي ابيل تو مي سو ماتش انا عندي ريدنج الان جي مش هتيجي بعد دصايد دصايد عايز اطول مصدر وبلان عايز اطول مصدر ودصلايك عايز اطول مصدر يبقى مصدر مصدر هاي دو يجب على رقين جي ماي فاضر يجوالي نقط قص فيديو جيمز في وقت الفراغ سو ويدون تهار كي لا لذلك نحن لا هار من نظور اوار اي زي يبقى هو بقى ما مشجعناش ان احنا للعب الفيديو جيم يعني يشجع ولا عادي لا يشجع لا يشجع يبقى انكرش ده تطلع بره وان استراج ستطلع بره انكرش تطلع بره وان استراج تطلع تطلع بتاخد 2 او بتاخد from يبقى discourage و from and ing would you like would you like بيجي بعدها 2 المصدر يبقى to share she hopes hopes بيجي بعدها 2 المصدر يبقى 2 b i am sorry i forgot forgot بيجي بعدها tool المصدر او ing ing لو انا نسيت حاجة انا عملتها طيب و tool المصدر لو انا نسيت حاجة لسه هعملها i forgot not that exercise هذا التمرين i will do tomorrow انا سوف اعمله يبقى انا نسيت حاجة انا لسه ما عملته هاش يبقى tool مصدر يبقى to do i feel i know خد بالك في القاعدة دي فيها حتة مهمة انا عمل اقولها وانت ماخدتش بالك منها كلمة forget وكلمة stop وكلمة الكلمات اللي بيجي بعدها tool mصدر او ing if the thing تعملت يبقى to do ing if the thing didn't do to do to do i feel i know this man انا اشعر ان اعرف هذا الرجل i remember not him last month remember تغطو to do to do ing i or رجل يقول لك last month الشهر الماضي انا فاكر ان انا قبلته الشهر الماضي يعني الحاجة حصلت حصلت to do ing meeting i really regret not to smoke شوف regret الحاجة حصلت ولا ما حصلتش regret بتغطو الماضي وال ing to smoke when i was young عندما كنت صغير my long are in terrible condition في حالة سيئة يبقى طبعا تدخين ده حصل ولا ما حصل تدخين ده حصل يبقى ing شوف ترقى ده سهل ازاي i stopped الحاجة حصلت يبقى ing الحاجة ما حصلت شي يبقى طوب الماضي i stopped the news and looking up when i hear the noise يبقى هو كان يقرأ الجرائد وتوقف علشان هيسمع الضوضاء علشان هو سمع الضوضاء ازاي الحاجة حصلت يبقى stop the reading ing ing i not to join the faculty of engineering كلية الهندسة when i finish secondary school it is my dream i not to come to بيجي بعدها ing and enjoy ing intend و pretend بيجي بعدهم طول مظر بس المعناه عايز intend ianui انا اقنو ان انا اخش قولية الهندسة we should look up to all the people قلمة look up بتسوي كلمة respect يحترم يبقى respect my car broke downed عطلت again I will not a mechanic to repair it دي جملة السببية انا اخلي الميكانيكي يصلح انا عندي الميكانيك ده فاعل زي ما اتكلمت عنه في جملة السببية انا ما ديش دعو دعو عقل ولا غير عقل المهم ان هو فاعل للفاعل اللي بعده ولا لا الميكانيك ده فاعل للفاعل الربير ولا لا اه فاعل يبقى كده انا عندي have وget لجملة السببية make ما بيجيش بعدها طول مصدر ليت ما بيجيش بعدها طول مصدر كل دول بيجي بعدهم المصدر بس انما جيت بيجي معها طول مصدر do you prepare lunch هاللي انت حضرت الغداء نقط because i was too busy studying الجملة الثانية دي بتدل على ان هو ما حضرش الغداء بنفسه وتدل على ان هو بيقولك انا كنت بذاكر يعني لا ايس طبعا غلط خالص نشيل الجمل مع ايس هي نو نو بس في جملة الف و جملة السببية طيب في رقم بي بيقولي no i had it prepared لا انا عادتها طبعا غلط طيب لان هي جملة السببية no i had it prepared اه و بعدين المفعول و بعدين تصريف الثالث it is my habit to do creating this myself لما عادت ان انا ازوق المنزل بنفسي يبقى دي مش جملة السببية سوق اي نوع لذلك انا اده انتهى يبقى بنتد my room طيب رقم بي جملة السببية ما تنفعش c جملة السببية ما تنفعش d جملة السببية ما تنفعش لان الجملة اللي فوق ما هيش جملة السببية 72 you shouldn't have told our secret ما كانش يجب انت تخبر السر بتاعنا to aya الى aya you let me نقط let me down let me down يعني كشفت السر let me down i had the new washing machine i had the new washing machine installed دي جملة ايه جملة سببية انا خليت بتاع الغسالة تسطب طيب زي اسمين هزا يعني يبقى انا كده عايز جملة سببية the new washing machine had been installed يعني هي تتتبط بس في الماضي التام انت جملتك في الماضي التام ولا في الماضي البسيط جملة فوق في الماضي البسيط هاد وهنا جايب هاد بيه انستولد غلط دي كده ماضي تنفعش the new washing machine was installed قادي تنفع كده في الماضي البسيط طيب مبني المجهول I will get the new washing machine installed get the new washing machine طيب والدي مستقبل و انا جملة الماضي جملة مفعش I was able to install the new machine myself انا عملتها بنفس الهده مش هنعملتها بنفس الهده جملة السببية بعد كده سألت اللي skills يقول لي which sentence uses the conjunction so يستعمل من الادات الرابط so correctly my sister knocked over her glass of milk اختي خبطت على the glass of milk زجاجة اللبن so she helped clean it up لذلك هي ساعدت في غسلها ماشي مظبوط رقم ايه نشوفوا الباقي برضو we watched television inside saw the storm came up suddenly احنا شاهدنا التلفزيون بالداخل لذلك العاصفة طبعا جد فجأة طبعا دي مفروض ميقولش دي سوم المفروض يقول بكوز my friend was very excited so he won we arrived at the movie on time برضو بضل سوي جي بكوز ويبقى رقم ايه ويبقى رقم ايه لما تيجي تكتب المقالة ايه كل باراغراف اساسي جملة اساسية الجملة اساسية الجملة اساسية بتعرض الفكرة اساسية يبقى من في ذول correctly صحيح من في ذول صحيح طيب يقول لي have you watched the film ايه طبعي عشان يجيب اسم الفيلم ايجب ايجبه من علامات التنصيص يبقى دا ما تنفعش have بجيبه بسمه ما تنفعش have you watched the famous film Titanic اه جايبه بين اتنين كومه هون. ها بيوضح و جايب هايفن. وفي الاخر مفيش عالم في عالم التعجب مفيش عند استفاهمة في عشر بارة خمسين. ويقول لك انا ليس اللي هي الرغبة في ان اغام خاطر وتوه. انا سوف اشتري خريطة. انا سوف اشتري خريطة. دي صح مفيش حاجة. ليه صح بقى? تعال اقول لك ليه صح. كلمة بالافعال اللي بيجي بعدها انج. في رقم بي جايب تقول المصدر ما تنفعش. وفي رقم سي جايب المصدر ما تنفعش. وفي رقم دي جايب المصدر ما تنفعش. بقى ريسك بيجي بعدها الانج. رقم ستة عودش. وفي رقم ستة عودش. مين في دول صحيح. مين في دول صحيح. بيقولي. بيجي بعدها الانج. بيجي. يبقى رقم بيه الصحيح. لا تنفعش. ليست قملة كاملة. ليست قملة كاملة. لا تنفعش. ليست قملة كاملة. ليست قملة كاملة. ليست قملة كاملة. قملة كاملة ليس قملة كاملة لأنه لا يوجد الفاعل فين الفاعل أصلا I am happy to hear that you are well دي قملة كاملة المفرود يقول له بقى في الرقم C يجب الفاعل يو Don't you know Or do you know which of the following transition word is is not used to show contrast ما تبينش التنقض wireless تبين التنقض معناها بينما despite بالرغم من finally في النهاية دي ببين خاتمة conclusion report is conclusion تقدم conclusion النهاية based on محتملة على إيه؟ محتملة على الإقناع لأن انت بتقول رأيك في آخر المقالة يبقى persuasion something is very important something very important شيء ما مهم you should do قبل ارسال الايميل طبعا بفعل ايه قبل الايميل؟ بفعل بروف reading امريك تنقيح تصليح املاقي نجي للتست بتاع الوحد بتاع الـ revision بقول لي براكسينج ممارسة ايه تندس to reduce not stress and allow you to sink طبعا براكسينج ايه؟ الرعاية او العناية سلف كير she's struggling هي بتناضل to not with the heavy work load بالعبء الشديد عليها يعني هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول ان هي عايزة بتساير العمل الشديد او بتناضل من اجل لمسايرة العمل الشديد او بتناضل من اجل التعامل مع العمل الشديد يبقى رقم with deal with يبقى رقم deal اللي هي او بي the study appeared للدراسة اظهرت not arise in crime زيادة في الجريمة في ريتس معدلات الجريمة in england أبير بياخد طول مصدر يبقى طول شو the music is giving me a headache الموسيقى بتجيب الاصداع code you turn it ممكن توطيها يبقى turn it يوطي she continued كلمة continue من الافعال اللي بيجي بعدها طول مصدر او ing continue من الافعال اللي بيجي بعدها المصدر طول مصدر او ing يبقى طول مصدر وطول مصدر صح يبقى a و b يعني رقم دي اعيز اقول اذا كان الاصطناعي يبقى artificial intelligence i am going to get a mechanic not my car طيب get ومكانك ده فاعل يبقى انا عايز طول مصدر بيبقى to check او checking لو كانت موجودة طيب لو كانت الاثنين موجودين اللي هاخد اصل القاعدة اللي هي to check كما فيش to check وفيه checking ااخد checking اخد ال ing the high price السعر العالي of energy للطاقة reduced الا the not of the economy الا طبعا كفاءة الاقتصاد كل مصدر التقبيع كل طبعا الاقتصاد بيهتز she had here flat نقط into the other day يبقى ديكم للسببية had and flat broken بقى تصريف ثالث had and flat يبقى تصريف ثالث consumption الاستهلاك of oil بتاع البترول has not in recent year طبعا انحضر او انخفض في السنوات الحالية by the client i couldn't understand مش فاهم a word he was saying مش فاهم ولا كلمة لما اصدع ان انا افهم ولا كلمة من اللي هو قاله will you نقط him to speak more slowly اه انت كان يجب عليك ان انت تطلب منه ان هو يعيد لك كان يجب وما عملتش يبقى شهود have والتصريف الثالث اللي يشهد have اسكت دي صح what to have اسكت برضو صح كان يجب انت ما عملتش بقى رقم a و b بقى رقم b there is no نقط ما فيش a of the existence وجود of life on other planets عايز يقول دليل دليل evidence و بروفي يعني بي و سي اللي هي دي اي نقط telling telling تيجب علي ing suggest suggest who considered could بيجب على المصدر why don't you عايز مصدر طيب بس suggest بيجب على المصدر نجي لما تكون نقطة في الاخر يعني جملة عادية جملة خبرية انما دا سؤال يبقى have you considered he decided to not revenge ينتقم يعني take revenge كلمة ينتقم take revenge we really should stop people نقطة the environment طيب الحدث ستحصل لا stop بيجب عليك ان هنا stop وبعدين مفعول stop مفعول مفيش بقى tool مصدر stop مفعول ing او from ing خلي بالك stop على طول مباشرة وراها يبقى tool مصدر او ing طيب stop ومفعول يبقى ing او from ing يبقى هنا from ing او ing على طول يبقى بيو سيبقى رقم دي 16 bad settings that you did in the past الحاجات السيئة اللي انت عملتها في الماضي may come back ممكن تعود لكي تطردك كلمة تطردك haunt you haunt you رقم ايه هنت معناها لمحة هيت يكره وهنت يستطط 17 مين فضول تركيب متاحهم صح what an amazing picture يبقى لاقسه ايه لاقسه تعجب يبقى رقم دي ما هو السؤال what shufferung is a complete sentence مين فضول جملة صحيحة that he is a clever student ليش جملة كاملة in the 17th century ليش جملة كاملة ليش جملة كاملة ليش جملة كاملة لان مفيش الفعل in the 17th century دي اسم على بعض that is that he is طبعا ذات ده من الواصل الذي هو ليش جملة كاملة فيها التكملة قبلها طيب الكمبيوتر can be infected with virus يقدر تقاضي جملة كاملة بقى رقم C in order to save a lot of time دي اسم ليش جملة ليش جملة جملة مش كاملة what shufferung من فضول طبعا correct صحيحة he had his house robbed طيب he had ومفعول ومفعول تصريف ثالث يبقى صح وده الاسلوب المجهول الجملة السببية he made his house robbed made his house robbed made my bejish في المجهول بالنسبة للجملة السببية كيف المعلوم الاوت ما bejish في المجهول الجملة السببية ليت ما اللي بيجي اللي بيجي في المجهول الجملة السببية كلمة head وكلمة get بس. هف و جوت بس. جيت. هما دول اللي بيجي في المجهول. ميد وقلاة وولدت ودول كلها ما بيجوش في مجهول الجملة السرابية. مجهول يعني التصريف الثالث يعني. طب في دي. he let his house rob. خلي بالك. ان اللي بيجي بعدها المصدر. بس دا ما هيش الفاعل لكلمة روب. لو كنت الفاعل. كنا اخذناها كانت بقى صح. رقم عشرين. ده طبعا. ده جملة الاطروحة. هي اللي بتحمل الفكرة الاساسية. جملة الاطروحة. طبعا القطعة احنا حللناها في كرسي القطعة. نيجي للترجمة. بقول لي الشير تغير المناخ الى التحولات طويلة الاجل. طيب. هنا في بقاسي دي طويلة. قصيرة طويلة طويلة. الرجل قال لك طويلة. يبقى قصيرة تطلع غلط. طيب. في درجات الحرارة بسبب الانشطة البشرية مثل. في هنا دفن. حرق. حرق. طيب. يا دفن ولا حرق. يا ايه بقى? تعال نشوف. بيرننج. حرق. يبقى الدفن دي تطلع برة. يبقى فضل عندي وفضل عندي. دي. تعال نقرام تاني بقى كده. يشير تحسن المناخ الى التحولات طويلة الاجل. في سورة. حرق الحفري. اه هنا تحسن. وهنا تغير. الرجل قال لك ايه? قال لك تشينج. تغير. يبقى تحسن تطلع برة. يبقى رقم دي هي اللي صح. الصناعة وانتاج الاغذية يمكن ان تساعد في الحد من الفقر. طيب. وهنا هو بقول لي الصناعة. هنا الزراعة. هنا التجارة هنا الزراعة. وقال لك اجري كالشر. اجري كالشر. يبقى الزراعة. والصناعة تطلع برة. التجارة تطلع برة. فلاندي بي ودي. يمكن ان تساعد في الحد من الفقر. هنا الحد من الفقر يعني تقليله يعني. هنا زيادة الفقر. هو زيادة ولا تقليل? قال لك تقليل الفقر. يبقى زيادة تطلع برة. يبقى الاجابة بتاعته رقم. اه بي. الحد من الفقر يعني عن تقليل الفقر. اه تاب زر الامم المتحدة ده طبعا السؤال ده مكتوب غلط لانه بكل الجمعة مقرر مقررها بنفس بنفس الاسلوب ما فيهاش اختلاف الجمعة دي كلها زي بعضها. هل منصف جميع المتحدة؟ اليوم لدينا هذه الأشياء التي يمكننا استخدام طعلا نشوف نكمل كده اليوم لدينا هذه الأشياء التي يمكننا استخدام نفس الحكاية طيب تسكن لكيومنت سمعطش أزيار هنا في أبعه هنا في أزيار هنا ايزي أزيار أزيار هي معتش بتيجي قبل صفة المقارنة علشان تقويها مش قبل الصفة العادية هي قبل الصفة العادية لكده غلط هي بتيجي قبل صفة المقارنة براكمبيوتية العبر طيب و كيف يلسر و كيف يلسر تقويها مقارنة تقويها مقارنة و تقويها مقارنة طيب هل لديك هلب ومفعول هنا جايب ستور وهنا ستور وهنا ستور هلب مفعول مصدر هلب مفعول طول مصدر قالت هلب هلب مفعول مصدر هلب مفعول طول مصدر إذا نلقى إن جيلي تتطلع بره يبني عندي A و عندي D A و D تعال نشوف بقى الفرق ما بين A و D تاني Today Today We are هنا في are having وفي هنا ايه Have Are having D يتناول أو يقضي أو أي معنى تاني غير يمتلك إنما have معنى هي يمتلك يعني R هفرنجي دي بقى ينفعش يمتلك ليه لأن الامتلك ما بيجيش في الأي نجي طب هي بقى أي يمتلك ولا يتناول تعلمت لعفو كده لدينا لدينا يعني يمتلك دي بقى رقم إيه الإجابة الصحيحة رقم دي كده غلط لأنها كده مش معنى يمتلك خالص وكده نكون خلصنا الريفجن بتاع يونة 4 و 5 و 6 والتست اللي نتحل عليهم كمان نكون خلصنا كتاب الترمي الأول من كتاب A1 براكتس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر